فاندم فخامة الرئيس السيسي في افتتاحات في أسبوع السعيد كان بتكلم مع سيادتك وكان قال أنا هبقى سعيد جدا لما توصلوا داخل المواطن المصري من 10 ل 20 ألف جنيه هكونوا راضي لما كانوا بتكلم عن أن الحكومة ينجز كل المشروعات الكبيرة وكمان معاها أن نوصل داخل المواطن المصري من 10 ل 20 ألف جنيه هل في تخطيط للوصول للرقم لأن المصريين كلهم طبعا حتى تتعلم أن الموضوع بالنسبة لهم يعني حياتهم يعني شكرا فهم أولا يمكن خلينا أتكلم مع حضرتك على حاجة مهمة جدا إحنا عملين نحرك وبصورة متسرعة الحد الأدنى للمرتبات وأكيد حضرتكم متابعين الموضوع ده ولسه يمكن كنا الإسبوع الماضي في المجلس الوزراء بنراجع في دوق الحد الأدنى كل الارتفاعات اللي بتحصل في مرتبات المواطنين إحنا السنة الجاية الزيادة في المرتبات لوحدها 40 مليار جنيه الزيادة لعلى كل إن بكلم هنا موظيف الحكومة الكلام ده برضو بينعكس في القطاع الخاص لأن القطاع الخاص بصورة أو بأخرى بيبدأ يوفق أو ضاعه بقدر الإمكان مع هذه المؤشرات الأهم خلينا عايز أقول لحضرتك الحاجة الوحيدة اللي بتحرك وبتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه كل ما الاقتصاد بيعلى كل ما حيبقى دخل المواطن بيعلى وحدي لحضرتكم الأمثلة خلينا نبص للمواطن ومش غلط إن إحنا دايما نقارن بالدول العملاقة دولة زي الصين كان دخل المواطن قد إيه من 30-40 سنة والنهار ده بقى كام الكلام ده ما بيحصلش إن الحكومة هي اللي تضخ فلوس ولا الحكومة تزود مرتبات اللي بيحصل إن لما الاقتصاد بينمو وبيظل بينمو بصورة إيجابية وبصورة كبيرة ده بينعكس أوتوماتيك على الدخل بتاع المواطن وهو ده اللي إحنا بقينا بنشوفه النهاردة إن إزاي الدول بتتحول من إنها مجرد دولة نامية ونسب فقر فيها كانت أعلى مننا إنها بتتغلب وبيقل نسبة الفقر وكمان بيزيد متوسط دخل المواطن ده اللي إحنا شغالين عليك يا دولة النهاردة كل همي أنا كحكومة تظل معدلات النمو باللي إحنا في ماشيين بيه لإنه هو ده الحاجة الوحيدة لإن الموضوع ببساطة الشديدة إيه اللي بيحصل إنت بتقسم قيمة الناتج ده كله على عدد المواطن عدد أنا أسف عدد المواطنين أو عدد السكان يبقى نصيب المواطن فيه قد إيه هو ده الحزبة كده ببساطة شديدة إنت بتقول السنة اللي فاتت إحنا محققين اللي هي خلصت عشان بس حرككم نبقى عارفين اللي هي بنقول اللي خلصت 21 30-21 الرقم اللي قالته معالي الوزيرة حوالي 7 تريليون جنيه 6 وتسعة أو 7 تريليون جنيه الرقم ده يعني كم بالدولار يعني 441 مليار دولار نقسم 7 تريليون على المئة مليون مواطن تعرف كده على طول بقى نصيب المواطن من عملية الإنتاج قد إيه وحجم النمو أو من الناتج الإجمالي والاقتصاد الدولة كل ما بتقدر تعمل هذا الكلام كل ما دخل المواطن يزيد عشان كده زي ما بقول لحضراتكم ببساطة استمرار مصر ويا رب يا رب وجميعا ندعو ونشتغل كلنا وما ننامش استمرار نمو مصر بهذه المعدلات لغاية مش هقول البعيد أنا بقول لغاية بس خمس سنين قدام خمس ست سنين قدام بكتير استمرارنا بهذا الشكل حيخلي مصر في حتة تانية إن شاء الله إن شاء الله بس ربنا يبعد عننا أي أزاة